السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي قناتنا الجديدة التي ننقل لكم من خلالها أهم الأحداث ولا زلنا نعمل على استرجاع القناة السابقة لكن في البداية وقبل أن نتابع معك هذا الحدث لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى دعم هذا المقطع بالإعجاب والاشتراك في هذه القناة وتعالوا إلى هذا الخبر الذي ننقله لكم عن كثير من المواقع الإخبارية كما تشاهدون الخبر الآن من عدة مواقع إخبارية منها موقع قناة العربية وغيرها من المواقع الإخبارية فقد أصدر المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العبري مساء اليوم الجمعة بيانا عقب عملية القدس والتي قتل فيها عشرة إسرائيليين على الأقل قال في البيان هذا المساء قرب الساعة الثامنة والربع وصل مسلح إلى مبنى كينيس في شارع النبي يعقوب في مدينة القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان وأضاف سرعا ما وصلت قوات الأمن من مركز شرطة شعفات للواء القدس إلى مكان الحادث وتقدم أفرادها بصورة مباشرة وسريعة وأطلق النار على المسلح الذي تم تحييده على الفور نسأل الله أن يكتبه عنده من الشهداء وأكد أن يطلق النار أصفر عن سقوط عددا من القتلى والجرحى وصرح بأن العديد من قوات الشرطة تحت قيادة قائد لواء القدس متواجدة في مكان الحادث لتقييم الوضع وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل منفذ هذه العملية فاللهم تقبله عندك من الشهداء وفي التفاصيل ذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن منفذ العملية في الكنيس اليهودي ترجل من سيارته ونفذ العملية بمسدس بالقدس ولكنها أشارت فيما بعد إلى أنه وصل عبر دراجة نارية لوحده وبمفرده ويجري الآن البحث عن مساعدين محتملين وقال المراسل العسكري للقناة العبرية أن المنفذ وصل بمسدس عدة مخازن رصاص ونزل بجانب المصلين الذين كانوا في الكنيس وعند خروجهم قام بتصفيتهم قبل أن يطلق عليهم مستوطن النار في مكان قريب وفق قوله وقالت إذاعة جيش الاحتلال بعد خروج مجموعة من المستوطنين اليهود من كينيس شمال القدس قام فلسطيني بإطلاق النار عليهم واتسبب بقتل عشرة منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة نسأل الله أن يطحر أرض فلسطين من هؤلاء المحتلين الغاصبين قريبا